السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من حلقات تكات نوجا النهاردة بقى روتين جامد جدا جدا وان شاء الله هنعمل حاجات حلوة كتير النهاردة لفطار رمضان ونبدأ الروتين بتاعنا بص الحاجات الحلوة بقى حاجات رمضان الجميلة اللي تفتح النفس كل سنة وكل حضراتكم بخير اول حاجة هبدأ بيها النهاردة وهو هنعمل البتنجان المشوي او الببا غنوج او البتنجان بالتحينة زي ما كل بقى ايه مكان وبيسميه وهنعمل كمان كفتة الحاجة بس بقى بطريقة تحفة جدا جدا جبتلكو الخلاصة بتاعتها من الاخر اول حاجة انا سبت البتنجانة تشوي بقى على على البتجاز او ممكن تحطها في الفرن وهنبدأ بقى نعمل الكفتة ممكن ايه اه زي ما قتلك في الفرن اولى على البتجاز اللي انت عايزة جبت هنا بقى بصلايا وقطعتها وحطها في الكب عشان انا عايزة صغيرة جدا 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 وحشان ينزل منها المية بتاعتها اللي هنصبع بيها ايه الكفتة بتاعتنا الكفتة بتاعتنا ان شاء الله النهاردة مميزة جدا انا هنا معايا حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة ويممكن تجي بيها اقول له زود عليها اللي هو الدهن او اللية لو في حد بيحب اللية انا عملتها النهاردة باللية كانت حلوة جدا جدا انا اللية دي بشتريها من عند الجزار برضو وبحطها في الفريزر لما بعوز منها للكفتة او لاي حاجة بطلع منها حتة كده صغيرة وبعملها زي ما هوريكم هنا جبت بقى بصلايا كبيرة زي ما قلت لكم فرمتها وهبدأ ان انا اصفي بها كده في المعلقة اصفيها جامد لان انا عايزة التفل ما يكونش فيه اي اه مية عشان خاطر وانا بصبع الكفتة بتاعتي تبقى ايه اه اه ما تفكش مننا وهوريكم بقى قوام هعمل ازاي ومعايا هنا رشة بالملح عشان خاطر ايه البصل ينزل ميته اكتر يعني ترش بس رشة ملح كده هتلاقي المية كلها ان شاء الله نزلت بالشكل ده كده يا بنات هركنها بقى كده وهشوف بقى هنعمل ايه هجيب طبق بقى غويت لان الكفتة بتاعتنا نجحها في ان انت اه 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 تعجينيها كويس تعجينيها عايز انك بتعجيني اه اه يعني عايز انك بتعجيني ايه اه عجينة هنا بقى جبت بقى الطبق بتاعي وهبدأ ان انا هي دي حتة اللي اللي انا بقول لكم عليه الحتة الصغيرة دي على النص كيلو لحمة وهفرمها برضو في الكبه بتاعتي عشان خاطر انا عايزها ايه نعمة ممكن تبشوريها بالمبشرة انا مطلعها متلجة وقتعتها كده صغيرة هفرمها هاضربة في الكبه عادي هتتضرب يعني مفيش فيها مشكلة هي بتسحها على طول لو ما عنديش كبه يا نوجة ممكن بالمبشرة عارفة المبشرة اللي هي بتاعت البصل دي تيك 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 تلاقي البشرة معاك وبيت زي الفل هتبقى انعم كمان من الكبه يعني لو انت ما عنديش حاجة البديل على طول بتاعت الله يعني ما توقفش نفسك عشان حاجة معينة هنا انا ضربت اللي بتاعتي زي ما انتم شايفين وهي هحطها على الكفتة والكفتة بقى هتبقى حلوة ان شاء الله جدا جدا بيها يعني هنا حطينا ايه نص كيلو لحمة وبصرية كبيرة التفل بتاعها وخط الماء حطيتها على جنب وحطنا حتة اللية بتاعتنا هنبدأ بقى نحط البهارات بتاعتنا وهي عبارة عن ايه معلقة كبيرة من البابريكا معلقة كبيرة كده مليانة يعني وربع معلقة من الفلفل الاسود وهحط ربع معلقة من الملح او نص معلقة من الملح حسب التحقيقة وده جست التيب هجيب المبشرة بتاعتي واخد ربع 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 الجست التيب بس ربعها مش ما تقطرش عن كده يعني بس بقى طبعا بتاديها طعم جميل جدا ونكهة بقى يعني ما اقول لكيش بجد واقسم بالله بجد والله باقسم بالله ان دي من احلى الكفتات اللي عملتها على الاطلاق يعني هبدأ بقى عجينها جدا يعني بص هو نجاح الكفتة دي في ان انت تعجينها كويس جدا اعتبر قدامك حتة عجينة وافضلي عجينة بقى فيها بقى لو انت عندك عجينة لو انت عندك عجينة عجينة ولو لقيت حتة ليه في ايجك كده اه برضو ايه سيحة بايجك وبعد ما عجينت شوية رح تحطيت حوالي من البيكن بودر وهبدأ بقى ايه اه دي دي مية البصل اللي نزلت معي حط عليها معلقة من الزيت وحط عليها شوية من الملح وحط عليها شوية من الفلفل الاسود ودي هتبقى اللي انا هصبع بهم وهبدأ اللبن كويس جدا كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده حلو جدا يعني الموضوع خلي بالك مش هياخد منك حاجة لو عزمة حدا عنك يبقى عملها قبلها بيوم عشان ما تاخدش معاك وقت وهنا هنعمل بقى الرز المباهر وده ده بطريقة نوجة لو حد بيعملوا حسن مني برضو يقول لي وحنا دينا بنتعلم من بعض احنا اخواته بنتعلم من بعض هنا معايا بصالوية ودبلتها كده ما حمرتهاش ونزلت عليها بنص معلقة من الكوركم اه ونص معلقة من البابريكا ونص ورق لورا وشوية فلفل اسود وارفة خشب حتة كده من الارفة الخشب نص صعود يعني وهبدأ ان انا انزل عليها بالشربة بتاعتي وهي سخنة لو ما عنديك الشربة يا نوجة اعمل ايه مش هنوقف برضو نفسنا هتعملها عاجب ميا وتحط على واحدة ماجي وهنا انا حطيت شوية من الزبيب اللي عادي ما بلتهش ولا حاجة وطلع الطعمه وتحفاه يعني ما تستنيش ان انت ببليه وهنا بقى على ما الرز يستوع عملت كمان رز بالشعرية هورهو لكم وعشان اولادي بيحب الرز بالشعرية وانا وحميتي وجوزي بنحب الرز المبهر فكل واحد يعني بعمله على اللي هو عايزه هنا بقى جبت الكفتة بتاعتي وجبت العصيان الشيش بتاعتي وهبدأ ان انا اه اه اصبعها بقى كده بالطريقة دي واحدة واحدة عليها كده هتلاقى الصبعت وبقيت معاك زي الفل اي هعملها بطول العصيان بتاعتي وخلي بالك ولا هتكش ان شاء الله ولا هتفك منك وهي بتستوي وانا هوريك قط بتاعتها من اول ما دخلها الفرن لغاية ما طلح ان شاء الله رب العالمين وطول ما انت واقفة بقى والله انا مشيخ حاجة بس انا بجد والله العظيم بعمل كده عشان محدش بس يقول ايه دي يعني نوجة تشيخت ايه ده مش عارب والله مشيخة خالص بس فعلا طول ما انا وقفة كده وانا بعمل الاكل بسمي الله وبسبح وبستغفر وبقول سبحان الله والحمد لله حاجات دي مش هتاخد مني وقت واديني باخد اجر والاكل سبحان الله بيطلع بذكر اللي احلب كتير 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 هنا بقى انا جبت الصانية وحطيت فيها شبكة الشبكة دي كانت عندي فحطيتها ما عنديش الشبكة نوجة مش مشكلة ها بص هي ديتني بس تقليمة حلوة كده في الكفتة بتاعتي ما عندي كيش ممكن تخططيها كده بالعصية بتاعت الشيش عادي تمشي عليها كده بعصية الشيش عشان تقلميها مش عايزة تقلميها مش مش مشكلة ده هي منظر مش اكتر هسوي عليها طب انا مش عندي البتاع دي عارفة المصفة هتجيب المصفة وتكفيها في الصانية وتسوي عليها من فوق الكفتة تمام وانا اصلا عملتها قبل كده معاكم على المصفة يعني انت لو حبيت الطريقة اا اكتبيه في كومنتات وانا هنزلك الفيديو بتاعها او انت هتلاقيه على القناة بالشكل ده انا هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة صبع وهبدأ اشكلها كده بس من فوق على السيخ عشان تبقى مدياني شكل كده زي ما انتو شايفين انا خلصت الكمية كلها ماخديتش الحمد لله مني اي وقت وانا واقفة برضو بعمل ايه احنا في رمضان بقى احنا في رمضان طلعي الشيخة اللي جواكي طلعيها واقع ويلا استغفاري وسمي الله وصبحي واسكري الله عشان ليه بقى كمان عشان الحاجات دي بتخلي الواحد خلق واسع شوية هنا انا زودت على مية البصل اللي انا كنت بصبع بها شوية من الماء وحطيتهم ايه في الصينية وحطيت الصينية كلها في في الارضية بتاعت الفرن في الارضية مش عالشبكة وهنا جبت بقى الابتنجانة كانت خلاص استوت وبردت كمان سبتالى اما بردت وروحت من الضفاء كده على طول وحطيتها في الكبة وهنزل عليها بتلات معالق من التحينة التحينة اللي هي السيلة ومعالقه من الخل كبيرة تمام ومعايها ريسة شطة اللي ما عندوش هاريسة شطة يحط فلفل اللي ما عندوش فلفل يحط شطة حمر عادية يعني السرافي هي دي ساريسة الشطة وهاريسة الشطة ايه هي الفلفل اللاحمر المطحون ومعالش لو انا برغي شوية والله العظيم انا بديك تفاصيل عشان في بنات بجد بيكونوا لسه بدئين يعني مش بيكونوا عارفين قوي يعني هنا انا حطيت ربع معالقه من الكزبارة نشفة ربع معلقة من الكمون وربع معلقة من الملح وربع معلقة من الطوم المفروب وانا برغي يعني نسيت اقول لكم المقادير اهو واتحانية كويس جدا 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 وانزلي بقى اه بقى في الطبق التقديم وانا بنزل هنا مش بمعلقة بص انا بنزل بسبتيولة عشان تاخد اي حاجة معايا في الكبة عشان ما نهضرش معانا ايه البتنجينة البتنجينة عشان ما حدش التاري اه ها يلا بقى نروح نحط اه كده خلصنا اللي بتنجم معنا وبابا الغنوك وهنا بقى ايه جبت اه حبة كده من الزيت الزيتون بحب طعمه جدا وحطيتها كده من فوق والابداع بقى الابداع بتاع نوجة حتة كده من البقدونس وعيشي بقى للتقديم وعشان نفتح نفس ايه اللي بيكله معانا هنا بقى حطيت تلات معالق بس من اه التحينة تلات معالق من التحينة بصوا الطبق غويت ازاي هاتي طبق غويته عشان تعرف تضرب فيه وهنا حطيت معالقة من الخل ورشة من الملح ورشة من الشطة هنا انا هعمل ايه صلاة التحينة بس بطريقتي هوريها لكم ورشة من آآ من الكمون ورشة من الكوزبارة النشفة لو انت حبة البهارات دي مش حباها يبقى ملح وآآ وشطة بس وهنا نزلت بمية مغلية جدا مية اللي هي المغلية ومش هوقف في الفيديو ولا هوقف حاجة عشان نوريك النتيجة بصي وانا بعمل اللي هو بص التحينة بتتقل ازاي وبتديك ضعف الكمية مرتين بصي تلات معالي دي بقى التكاية بقى والله العظيم اكسم بالله انا ما شفت التكاية دي عند حد دي كان اا اكتشافي يعني ان انا حط الميا السخنة على التحينة فلاقيتها بالضعف الكمية وبيطلع طعمها مرمل وطعمها حلو وهنا اا كل ما بتعوز معي التحينة كنت بزود مية سخنة برضو وعشان هلاقي السمك المطلوب لغاية ما خليت سمكها كده حلو كريمي وحطيت عليها شوية من الزيت اللي هو ايه زيت الزيتون هابدأ انزل برضو في طبقة التقديم بالسبتيولة عشان خواطر برضو ما يهضرش مع السبتيولة دي اللي اختراحها راجل ابن حليل ها والله مش بتهضر بتلم كل حاجة في الطبق بصوا صلطة التحينة معايا هنا بقى ممكن تزودي دفو تزودي طوم تزودي كده بس انا مرضيتش هزود حاجة عشان انا نحط ايه في في صلطة البتنجان او البابا غنون تمام كده تمام الصلاطات معنا وهعمل كمان صلاطة خضرة بس نروح نشوف الرز مع بعض هنا هبص على الرز اهو لقيته الحمد لله استوى وبصوا عامل ازاي مفلفل وجميل وزاي الفل بالمناسبة جماعة انا كنت عاملة هنا اا كباية ونص من الرز كبايتين من المياه وده الرز بالشعرية اللي انا عاملالي الاولاد اهو طبعا انا مش محتاج اعمل فانا ما عمل هنا بقى هبص بص على الكفتة برضو وانا امتبع كل حاجة وانا وقفة في المطبخ في طبق بخسله في حاجة هنا لقيت الكفتة خلاص استويت من فوق فقول تقلبها بقى لازم انت تقلب يا بنات عشان تاخد سوى تمام وبصوا ماسكة ازاي والحمد لله اللهم بارك ولا فكت ولا ساحت عشان بقى حطنا اللية والكلام ده ولا الدهون ولا اي حاجة وراحتها كانت فجة كانت ما شاء الله حاجة كده تفتح النفس اللهم بارك يعني وقلبتها وطلعتها زي ما انتم شايفين بصوا الحلوة بصوا اللون لو محتاجة تفتح الشواية عليها افتح الشواية هتلاقيها برضو ايه تمام هنا بصوا انا هابدأ بقى ان انا طلحها معاكم اهو بصوا بصوا انا عايزاكم تشوفوا جمال الكفتة ولا اتقطمت ولا اتفكت ولا اكشت ولا اي حاجة اللهم بارك بسم الله ما شاء الله بصوا بصوا ما شاء الله والف هانا عليها الف هانا هنا بقى كان المغرب خلاص قرب ازن اه فدلقت العصير يعني اللي احنا هنشربها كنت عامل عصير بلح برضو ما بنستغناش عنه وهنا عملت السلطة الخضرة زي ما قلت لكم اهيه هنا بقى كده معانا جميع السلطوت ومعايا كمان ترشي اللي هو المخلي للبلدي يعني وعملت كمان سامبوسة وبطوطس محمرة طبعا السامبوسة والبطوطس محمرة مردتش ادخلها جوه الروتين وقول لكم بعمل كزا بعمل كزا لاني كله طبعا عارف الحاجات دي سهلة يعني فانا بجيب لكم الحاجات اللي ايه اللي ممكن يبقى فيها تساؤلات لكن السامبوسة انا عاملها في كزا الروتين قبل كده فمردتش يعني ان انا قطر فيها وكده يعني ان انا اقول لكم بعملها ازاي هنا بقى الرز المباهر اللي معانا هو اللهم مبارك طعمه طلع اكسم بالله تحفة جدا 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 وهنا بقى ايه حطيت على الكفتة برضو عشان يبقى منظر وشكل وكده ودي الترش معانا والرز وهنروح بقى نفطر يارب يكون الفيديو عجبك وكان خفيف على قلبك ويا ريت تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب السلام عليكم ورحمة